موسيقى انهار الزينة بابنة الفنان القادير الراحل يوسي الشعبان بالبكاء وده في مقابر الاسرة بمدينة السادس من اكتوبر وذلك خلال مراسم الدفن في اللحظات الاخيرة من ودع والدها الفنان يوسف شعبان انهارت بالبكاء اثناء القاء النظرة الاخيرة عليه وذلك قبل ان يواري جثمانه السرى زهر الزينة في الجنازة بملابس نضارة سودة لم تتمالك عصبها انهارت بالبكاء الشديد في لحظات مؤسرة ومواسات الحضور لها الفنانة نهال عمبر والفنان مونير مكرم كانوا اول الحاضرين للمستشفى وده للمشاركة في مراسم تشيع الجنازة استمر النجوم في التوافض على المستشفى من ناحية اخرى نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس الفنان الراحل يوسف شعبان اذ قدم عباس خالص تعزيه لعائلته الجنازة تم تشيعها ظهر اليوم تم دفن الفنان يوسف شعبان بمقابر الاسرة بمدينة السادس من اكتوبر وللأسف كان وسط غياب كبير من الفنانين اما عن غياب الفنانين عن جنازة الفنان يوسف شعبان الفنانة نهال عمبر قالت للوطن في حالات كورونا مبلومش على حد لان الناس بتخاف على نفسها وفي ناس كتيرة مقدرش تنزل وخايفة تنزل فبعضه للناس على غيابهم لكن من ناحية اخرى شارك العشرات من محبي الفنان الراحل يوسف شعبان في صلاة الجنازة عليه من ناحية اخرى الفنان اشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية اكد لنا ان الراحل يوسف شعبان ليه تاريخ طويل من الاعمال الفنية والمصرحية اعمال سهمت في تشكيل وجدان الشارع المصري اشرف زكي قال لنا على المستوى الشخصي ان الفنان يوسف شعبان اخويا وللأسف اخويا مات قال كمان ان هو استطاع ان هو يحببنا في العديد من الشخصيات اللي قدمها من خلال مسارته الفنية كما اضاف الفنان اشرف زكي انا اتشرفت بالعمل مع الراحل الفنان يوسف شعبان في اكتر من عمل وسيظل احدى محطات النقابة وكلمنا زي ما كلمتنا ايضا وفنانة نهال عمبر عن غياب الفنانين في حضور الجنازة الفنان اشرف زكي قال نحن في ظرف السسنائي وهناك مراسم جنازة اخرى في نفس التوقيت وهي للراحل الفنانة احلام الجرتلي نلتمس الاعذار للزملاء اللي عندهم تصوير لان ده عمل تبع كلامه قال التصوير مش رفاهية الفنان يوسف شعبان لغاية اخر لحظة كان بيشتغل وبرره قال الاشجار دايما بتموت وقفة الفنان الراحل يوسف شعبان انترك تاريخ فني حافل تاريخ زاخر من الاعمال المتنوعة ما بين السينمائية والدرامية وكذلك ترك لنا اعمال مسرحية طيلة مشواره الفني والذي استمر لأكثر من خمسين عاما من الفن لم تقتصر انجازات الفنان الراحل وعطائه كونه ممثلا ومؤديا للشخصيات امام الكاميرا ولكنه كان صاحب بصمة واضحة في تاريخ نقابة المهن التمثيلية وده كان في الفترة اللي تولى فيها منصب نقيب الممثلين خلال الفترة من سنة سبعة وتسعين لألفين وتلاتة بدأت مسيرة الفنان يوسف شعبان التليزيونية منذ عام الف تسعمية تلاتة وستين قدم لنا اكتر من مية وتلاتين مسلسل كم من ابرزها لعائلة والناس والشاهد والدموع والوتد وقيلة الدغري ولحظة ضعف والمسلسل الجميل رأفة الهجان طبعا تقلق فيه بشكل بارع جدا وده زي ما كلنا عارفين لشخصية محث ممتاز قدم لنا مسلسلات جميلة زي ضد الطيار وأميرة فعبدين والتوأم وامرأة من زمن الحب والضوء الشارد والمال والبنون والمشاركة بالجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية والجزء الأول من مسلسل حول السيرة ليلالية وغيرها من الأعمال كما شارك في مسلسل الحقيقة والسرام مش بس كده ده قدم لنا الفنان يوسف الشعبان مسلسل غريب أبدع فيه باختلاف اللهجة المصرية اتكلم باللهجة الأردنية والذي اعتبر الأقصى المشاهدة في دول الخليج والأردن وسوريا في حين عرض المسلسل المسلسل اسمه واضحه هو ابن عجلان شاركته البطولة من سوريا سلوى سعيد ومن الأردن نبيل المشيني بدع الفنان يوسف الشعبان مسرته المصرحية بالمصرحية التلفزيونية الطريق المسدود وهي من إخراج الفنان نور الدمرداش قدم لنا كمان عدد من المصرحيات كان من أهمها شيء في صدري وأرض النفاق وعندها قرر تقديم اقتراح جريب إنشاء ست فرق مصرحية تلفزيونية وده لإستعاب الأعداد الكبيرة اللي اتخرجت من المعهد المصرحي ولكن للأسف قبل اقتراحهم بالرفض وصدر قرار بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات وبعدها حصل أزمة كبيرة في مصرحة تلفزيون قرروا إلغاء إيقافه لكن هو رفض العودة إليهم وشارك في بطولة مصرحية من إنتاج القطاع الخاص المصرحية بعنوان مطار الحب شاركوا فيها الفنانة الراحل عبد المنع المجبوري والفنانة ميرفت أمين سنة سبعين فعام 1994 اتقدم عدد من الرقصات منهم لوسي وفيفي عبدو والرقصاتين المعتزلاتين هندية ومونة السعيد اتقدموا بطلب لنقابة المهن التمثيلية يطالبنا فيه بإنشاء شعب لهن داخل النقابة وعلى طول انقلب عليهم الرأي العام راحت الصحاف تكتب قام مجلس إدارة النقابة بعقد اجتماع طارق لبحث الطلب ونقشوا الطلب نقشوا الطلب من كافة الجوانب وانتهى الاجتماع برفض الطلب كونيه لا يتطبق مع شروط النقابة والتي نص عليها قانون 35 لسنة 87 وذلك بضرورة حصول الاعضاء على مؤهل عالي والرقصات لا تنطبق عليهم هذه الشروط وعلى الرغم من رفض النقابة لكن الرقصات اكدنا انهن من حقهن الانتماء لإحدى النقابات وذلك حتى يسترحن من مطاردات مندوب النقابات الفنية في الفنادق والملاهي ومن جهة اخرى لوقف نزيف الاموال التي يقمنا بدفعها مقابل التصريح المؤقتة وذلك عن كل فيلم على حدة وتصل نسبتها لـ 20% من قيمة العقل ووجهت على الفور فيفي عبدو دعوة عاجلة لكل رقصات مصر لحضور اجتماع عاجل في أحد الفنادق القاهرة حضره حوالي 170 رقصة وابدت فيفي عبدو فيه غضبها الشديد غضبها من هذا التعنى كأنهن نكرات ودع لحد قول الفنانة فيفي عبدو وقالت الفنانة نجوة فؤاد أنه على النقابات أن تتعامل معهن بواجه واحد وليس بواجهين حينها اقترحت الرقصة دينا إنشاء نقابة خاصة بهم وتم تكلفها باتخاذ الخطوات الفعلية وتوكيل محامي شهير بأعداد الأوراق الخاصة أما عن رأي الفنان يوسف شعبان قال أنا لأنفرت بالقرارات وفتح الباب أمام الرقصات سيجبرنا على التعامل مع مئات الأسماء المشبوهة والمعمورة والمشكلة هنا لا تتعلق بكبار الرقصات ولكن ستكون هناك صغرات تمر منها الفنانات المعمورات وأعتذر أن أقول أن بعدهن منحرفات وسيئات السمعة يوسف شعبان كمل كلامه وقال ومحاولة المقارنة بينهن وبين رقصات البلية أو رقصات الفنون الشعبية فيه الكثير من اللغة والتجاوز هنرجع نكمل كلامنا عن جنس الفنان يوسف شعبان أصيبت الفنانة نبيل عبيد بحالة من الانهيار والبكاء الشديدين وذلك فور تلقيها خبر وفاة الفنان يوسف شعبان الفنانة نبيل عبيد شاركت الفنان يوسف شعبان في عدد من الأفلام السينمائية ودخلت الفنانة نبيل عبيد في نوبة بكاء شديدة وقالت يوسف شعبان مات قدمت معها أفلام كتيرة كورونا السبب مش مصدقة كله عمال يروح واحد وردتاني ثم انهارت في البكاء ورجعت كملت كلامه وقالت ربنا يصبرنا ويصبر أسرته ومحبيه لسه عارفة الخبر حالا حبيبي في الجنة مش قادرة أستواب اللي حصل من الأفلام اللي جمعت مابين يوسف شعبان والفنانة نبيل عبيد كشف المسطور وحارط برجوان واغتيال مدرسة وقضية سميحة بدران بينما نعى الفنان محمد صبح صديقه يوسف شعبان وقال رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع يوسف شعبان صديقي وزميلي وحبيبي رحلت وتركت فنك الباقي في قلوبنا بكل الأسى والحزن والألم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكن كفسيحة جناته وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن داخل الوسط الفني منذ إعلان خبر وفاة الفنان يوسف شعبان رحلة فنية طويلة رحلة استمرت لما يزيد عن 60 عاما قد مننا خلالها عدد من الأعمال المهمة التي أثرت في تاريخ الفن المصري وعاصر خلالها مختلف الأجيال وبكده النهاردة نكن وصلنا لنهاية فقراتنا عن جناس الفنان يوسف شعبان ندعولوا بالرحمة وحسن المغفرة المال ده حرامة سلامة فرويلة ايه حرامه بس ما تخليش الشيطان يضحك عليك يا سلامة طب ما تقول المال والبنونة زينة الحياة الدنيا اشتركوا في القناة